اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدار عه الله على الالتقاء بابناء الوطن والاستماع اليهم وهي سنة دأب عليها جلالته معززا من خلالها التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ضمن أسرة وطنية واحدة تلتف خلف جلالته بكل ولاء وإخلاص والفت معاليه إلى أن ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى يده الله ورعاه خلال لقاء جلالته بأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي محافظات المملكة محل إجماع وطني خاصة في ظل المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية مبينا أن الوحدة والتمسك بالثوابت واللحمة الوطنية تعد ركائز أساسية لاستمرار نهضة المملكة في ظل عهد جلالته الميمون وصمام الأمان لتجاوز مختلف التحديات التي تمكنت من خلالها المملكة من عبور الكثير من التحديات في الماضي مؤكدا أن الجميع يقف مع جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه في أي إجراءات أو خطوات تتطلبها المرحلة للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن جلالة الملك المفدى رسم نهجا قويما وأساسيا قويا للوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح التي أصبحت مملكة البحرين بفضل مبادرات جلالته حفظه الله نموذجا يحتذا أمام مختلف دول العالم وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى لاستثمار مواقع التواصل الاجتماعي لصالح مملكة البحرين وتعزيز ما تشهده من استقرار ونمو تعكس رؤية جلالته الثاقبة وتأكيده على جعل وسائل التواصل الاجتماعي عنصرا داعما لخطط التنمية المستدامة في مملكة البحرين وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن عظيم الشكر والثناء للمبادرات النوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية خصوصا في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات تتطلب وحدة عربية وإسلامية ضد كل المخاطر التي تحيط بها مشيدا بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة أواخر الشهر الجاري لتوحيد الجهود والمواقف لتجاوز التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر